طيب أنا داخليا كأي دولة لو طبعت العملة المحلية بتاعتي هيحصل تضخم داخلي المنتجات هيبقى تمانها عالي جدا إزاي ده ما حصلش بقى في الولايات المتحدة؟ عشان في الولايات المتحدة الأمريكية العملة دي متوزع على العالم كلنا على مستوى العالم بنستخدمها فالتضخم بيتوزع على كل واحد بيستخدم هذه العملة يعني الارتفاع الأتماني النهاردة اللي حاصل ده نتيجة ان الولايات المتحدة الأمريكية أفراطت في طباعة الدولار في وقت أزمة كورونا يعني إزاي عندي شعب ما بينتكشي شعب قاعد لمدة سنة ونص بيستهلك منين إذا كانت أمريكا كان عندها أزمات اقتصادية قبل وقت كورونا يعني ما ننساش أن الرئيس دونالد ترامب كان فرض أقوبات اقتصادية على الصين وعلى الواردات الصينية بأكتر من 300 مليون دولار أمريكي بسبب أنه عنده مشكلة اقتصادية فالفكرة النهاردة أن هذه الدول تتصارع والحرب الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أساسها رغبة في خروج الصين وروسيا والهند من استخدام الدولار كعملة في مبادلات التجارة الدولية عشان يحفظوا نفسهم من خطر التضخم الدولاري والفعل هم في 2009 اجتمعوا وأسسوا منظمة ما بينهم المنظمة دي اسمها بريكس حاليا لأن انضمت ليهم كمان فيها جنوب أفريقيا البريكس دي هدفها الوحيد هو إنشاء نظام مالي عالمي جديد بعيدا عن سيطرة الدولار دي المنظمة دي معلنة كده وهو ده الأحداث اللي حصلت وعلى مر الاثناشر سنة اللي فاتوا الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض عقوبات اقتصادية على الصين وعلى روسيا بهدف التحليم من قوتهم الاقتصادية هي دي في الآخر عشان ما نوصلش للنتيجة اللي سواء رغبت أم لم ترغب الولايات المتحدة حصلت بسبب الحرب على أوكرانيا أو بسبب انا شايف النهاردة معركة النهاردة دي هي جزء من حرب كبيرة يعني النهاردة هما بمجرد ما فرضوا عقوبات على روسيا أن احنا بنخرجك من نظام السويفت روسيا عندها استعداد عندها منظومة إلكترونية وبتقدر من خلالها أنها تعمل المبادلات المالية راحت الصين فورا ضعفة استراضها للنفط وللغاز من روسيا راحت الهند ضعفة استراضها للنفط وللغاز من روسيا فإذا فيه اتفاق مسبق ما بين الثلاث دول دول على أن هيحصل تبادل تجاري ما بينهم بغض النظر عن العقوبات الأمريكية يعني كل دول العالم كانت بتخاف تاخد أي قرار ضرقا للعقوبات الأمريكية لأن النهاردة الثلاث دول دول شكلوا تحالف ما بينهم المبادلات الاقتصادية بالتم فروسيا ما بتوجهش مشكلة حقيقية بل النهاردة المشكلة موجودة عند أوروبا لأن روسيا أسست في خلال آخر 10 سنين خط الغاز الأساسي اللي بيمد الدول الأوروبية بالغاز اللي بيعني بالنسبة لهم الدفء اللي بيعني بالنسبة لهم الإنتاج والطاقة والمصامع فالنهاردة أوروبا في اختيار ما بين مصلحتها مصلحة ألمانيا ومصلحة إيطاليا ومصلحة وصداقتها مع أمريكا وصداقتها مع أمريكا وهتصور أن دايما هيكون قرارهم مرتبط بالمصلحة الاقتصادية لأن أنا قدامي مش غايب عن ذهن إن بريطانيا خرجت السنة اللي فاتت من الاتحاد الأوروبي بسبب حماية شعبها من مخاطر البطالة عشان البطالة اللي كان بتتصدر لها من أوروبا والتدخم اللي بيتصدر لها من أوروبا